في خضم لا دولة والدولة وصراع المفاهيم والسلطة القائمة في العراق تبرز محطات تزيل كل ما سبق وتظهر حالة غياب القانون وسطوة السلاح كما تحيل القارئ إلى دولة داخل أخرى تتحرك وفق معطياتها ومصالحها آخر المشاهد كان للصحفية الألمانية هيلاميفس التي تطرفت من قلب بغداد وعلى مرمى حجر من مقر وحواجز القوات الحكومية ثلاثة أيام وأطلق صراح ميفس قالت الحكومة إنها عملية تحرير كانت متابعة من رئيس الحكومة وأعلى القيادات الأمنية لكنها لم تفصح عن طبيعتها أو حتى عن اعتقال الخاطفين ولا مكان العملية أو زمانها كل هذه الأمور المبهمة دفعت الكثيرين للحديث عن صفقة مع الميليشيا الخاطفة ليطلاق صراح الصحفية الألمانية فالقوات الأمنية الرسمية تعجز عن التعامل مع الميليشيات أو حتى اعتراضها بعد أن أصبحت الميليشيات الجهة الأقوى في العراق حادثة هيلا ميفس فتحت ملفا خطيرا يتعلق بالإهمال الحكومي لمصير آلاف المخفيين قسرا على يد الميليشيات حينما تعجز الحكومة عن معرفة مكان اعتقالهم في وقت حررت فيه المختطفة كما ادعت خلال 72 ساعة لم تتابع الحكومات المتعاقبة ملف المختطفين كما التزمت السلطة القضائية جانب صمت إزاءه في وقت تغيب فيه التحقيقات لكشف ملابسات ما جرى المتهمون في القضية هم أنفسهم متورطون بما هو أكثر فداحة من عمليات الاختطاف بعد أن اتخذت الميليشيات سياسة الخطف والاغتيال كمنهج للتعامل مع ثوار تشرين وهذا مفهم ولم ضمنيا من حديث وزير الدفاع السابق نجاح الشمري الشمري قال إن ملف قتل المتظاهرين انكشف لحكومة عبد المهدي وتمت إحالته إلى القضاء من دون إجراءات واضحة لحد الآن لكن في معرض إجابته عن المسؤول على قتل المتظاهرين اتهم الجيش الحكومي ومن سماهم بالطرف الثالث بهذه الانتهاكات لم يقف الأمر عند الرصاص أو الغاز المسيل الدموع فيؤكد الشمري أن أعضاء خلية الأزمة خططوا خلال أحد الاجتماعات لتنفيذ إنزال جوي على المطعم التركي وسط بغداد عندما كان يتحصن فيه المتظاهرون لكنها أجلت في اللحظات الأخيرة ضابط كبير في الجيش يقول الشمري إنه أبلغه بضرورة تنفيذ الإنزال من دون حتى الرجوع لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي آنذاك الذي بدى عاجزا عن محاسبة الضابط أو حتى إقالته ترجمة نانسي قنقر